يونس توك خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيط يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير أو صباح الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه لهذه الحلقة الجديدة من يونس توك ضيف هذه الحلقة الأستاذ مهند صرحان وهو خبير في القيادة وتنمية المواهب والترجمة أيضا ما شاء الله عليه متعدد الاهتمامات وهو بودكاستر ومدون صانع محتوى نرحب بالأستاذ مهند كيف الحال أستاذ مهند؟ مرحبا بك أخي يونس جدا سعيد بهاي الاستضافة شكرا إلك وصباح الخير على الجميع من وين ما آني لأنه أنا في كاليفورنيا فلساتنا الصباح الآن نحن الليل يعني الثامنة مساء فهذه من نعم الله علينا المتجلية في الأنترنت يعني ما شاء الله أنترنت جعلت العالم قرية صغيرة زي ما يقول تمام القيادة زي ما حكينا في الكواليس أنا وإنت هي يعني موضوع للأسف غير مغطى بشكل وافي في المحتوى العربي ولا أساسا يعني صراحة يعني الكثيرون يرون الليدرشيب أو القيادة عبارة عن أشياء غامضة أشياء ماذا يفعل هذا الشخص بالضبط ما الذي يقوم به يعني فيه ضباب فيه غموض فيه سحابة من الإرباك والتشويش عن هذا المصرح فأول شيء ما نعمله هو قشع الضباب عن هذا المصرح من شخص يعني مارسه لفترة ممتدة فأخبرنا أستاذ مهند ما هي القيادة أكيد شكراً إليك لهالسؤال وعلى هاي المقدمة أكيد القيادة هي إذا نريد نقولها ببساطة القيادة هي أنه يكون في عندك شخص راح يكون هو القائد راح يكون إلى التأثير إلى الرؤية أو الفجن وإلى القابلية أنه يقود الأشخاص فهذا سواء كان في نطاق العمل هذا سواء كان في على مستوى المجتمع إذا كان على مستوى البيت مثلاً المرأة ممكن أنه تكون قائد في بيتها أو الرجل ممكن أنه يكون قائد في بيتها فإذا تجي تشوفه كل واحد فينا فيها القائد بس كيف نقدر أنه إحنا هذا القائد ننميه ونشوف شو الإمكانيات اللي عنده وكيف نخليه يقود How do we empower people to lead فهذه ببساطة هي القيادة وطبعاً التفاصيل فيها ندخل فيه في أشياء كثيرة إن شاء الله بهالحلقة أو ذا كان مطلوب حلقة ثانية كمان إن شاء الله نحن راح نركز هذه الحلقة للمستمعين عن القيادة إن شاء الله راح نعمل حلقات أخرى على أستاذ مهند لكي نتناول مواضيع مثل الترجمة والتدوين الصوتي يعني البودكاستين وغير ذلك فنحن راح نستغل أقصى ما يكون خبرات الأستاذ مهند واحدة واحدة طيب في مصطلحات أخرى قريبة نحو يعني مع القائد مثلاً المدير فما الفرق بينهم يعني ما الفرق بين المسؤولي في العمل رئيسي المباشر مدير وقائد تمام وهذا السؤال الحلل وأنه خلينا نركز إحنا في القيادة في نطاق العمل في الشركات في الدوائر العمل المختلفة الفرق اللي هو دائماً نستكلم فيه عن الفرق بين القائد والمدير اللي هو يقولون أنه القائد هو الشخص اللي راح يكون يقدر أنه يشوف الناس اللي تتبعه أو يظهر للناس اللي تتبعه كيف يقدروا أنه يسوي الشيء بدون ما يقولهم يقولوا المدير مثلاً أنه يقال أحياناً أنه راح لا راح يكون أنه يعطي الأمر أو يحاول يقول للأشخاص شو الأشياء اللي تراد والصراحة هاي يعني بعض الأشياء اللي هي تكون من المعلومات العامة أو المعارف العامة اللي نأخذها اللي أحياناً تأثر على تفكيرنا في القيادة فإذا إحنا نفكر في شركة كل شخص فيها هو ممكن أنه يكون قائد إذا كان المدير إذا كان رئيس الشركة إذا كانوا الأشخاص اللي تحت هذا المدير الأعلى مثلاً إذا كانت سي او أو الأشخاص اللي تحت اللي هم والسي اف او والسي تي او والباقين واللي تحتهم كمان المهم أن يكون في بعض الأشياء اللي تأهل هذا القائد أنه يكون قائد فمثلاً واحدة من الأشياء اللي قلنا عليها أنه يكون عند الرؤية اللي خصوصاً لما يكون القائد هو فيه فيه أعلى المستويات مثلاً اللي يقود المؤسسة لازم يكون عنده الرؤية الفجن علشان يقدر يقود المؤسسة أو أنه يكون عنده التأثير يقدر يأثر في الأشخاص اللي معهم سواء بالمحاورة سواء بالاستراتيجيات المختلفة للتأثير وأهم من هذه الأشياء كلها أنه يكون عند المقدر أنه يشوف نفسه كقائد يعني أنه لما يشوف شو الأشياء اللي يريد يسويها يقدر يقول أنه أنا عندي الإمكانية أنه أخلي هذه الفكرة أنه أعمل باتجاهه وأنه أجمع الناس حتى يقدرون ينفذون هذه الفكرة أو هذه الأفكار المدير الفرق بين القائد والمدير المدير هو يعني رتبة إدارية فهو بسهولة الشخص أو ببساطة هو الشخص اللي راح يكون إلى مسؤولية إدارة شيء إذا كان مشروع أو إذا كان إشخاص أو إذا كان وحدة عمل أو إذا كان مؤسسة متألفة من مختلف المستويات كذلك طيب البعض يقول أن القيادة فطرة وموهبة ربانية يعني يولد بها المرء وهذا قائد بالفطرة وولد قائدا الكثيرون كما تعلم أنت بما أنك تدرب حتى في هذا المجال فتعلم أنه هي مهارة يمكن أن تكتسب وأن تنقل وتدرب فما رأيك في هذا أن القيادة هل هي موهبة فطرية ولا فيه ناس عندهم استعداد أكثر من آخرين لأن يكون يعني في القيادة والآخرين تابعين مثلا أو هل يمكن لشخص يعني يخاف كثيرا ولا يحب أن يلفت الأنظار وانطواء يعني يكون قائد مثلا جميل جدا أخي يونس وفي يعني في أكثر من فكرة تجي في بالي لما أسمع سؤالك هذا أول شي هو الفرق بين هل أن القائد أو القيادة هل هي مكتسبة واللي هي مثل ما قلت إحنا نولد بالفطرة قادة في عملنا إحنا في شيء بنسويه مع المؤسسات بنسميه اكتشاف المواهب أو اكتشاف الأشخاص ذوي المواهب المتقدمة اللي هي High Potential Identification والHigh Potential Development طبعا هذولا هم قادة موجودين في المؤسسة بس أحيانا ما يعرفون عن نفسهم أحيانا المؤسسة مش عارفتهم فمهمة بعض الأقسام اللي هي في المؤسسة أنه تكتشف هذول القادة وتشوف كيف تقدر تقدمهم وتطورهم وتهيئهم وفي كثير من الأحيان أنه إحنا عدنا هذا القائد هو يكون في عندها المواهب اللي هي خلينا نقول بصفات الشخصية اللي عندها باهتمامات بخبراتها اللي سواها يعني هي مش صفة وحدة تخليه أنه هو يكون قائد في أكثر من جزء هو لازم يكون عنده فالأفضل هو لما يكون أنه هذا القائد هو لما يكون في عنده هذه الأشياء المقتسبة اللي هي جدت أما من جيناتها أو من شخصيتها أو من مجتمعها أو من بيئتها بس مش معناتها لشخص اللي ما عندها هاي الصفات ما راح يقدر يقود مرة ثانية إذا هو كان يشوف نفسه أنه يقدر يقود هذه أول خطوة على الطريق الصحيح وأول خطوة أنه إحنا أنشأنا قائد ونقدر نطور هذا القائد فيمكن هي هاي دائما السؤال اللي ينطرح هل القائد هو يولد ولا يطور أو يبنى فهي الأثنين جيد أنه يكون عند القادة بعض المواصفات اللي تسهل أنه إحنا نطورهم ونبنيهم ونساعدهم بس كمان مش معناتها أنه اللي ما عنده هذه الصفات ما راح يقدر أنه يصير قائد أو يتطور السؤال الثاني اللي هو الشخص اللي يكون في عنده نوع من المخاوف ومن القيادة فمثلا شخص يقول أنا ما أعرف إذا أنا راح أقدر أقود فريق ما أعرف إذا أقدر أنه أعطي الأوامر لفريق وأشوفهم أذا ينفذوها أو إذا أخليهم أأثر فيهم أنه يسون هالشي هذه الأشياء هي مثلا مثل التأثير كمان ممكن أنه تتغير ببعض الدورات ببعض المنترينج والكوتشينج نقدر نخلي الشخص هو يبني هذه الصفات اللي عنده اللي ممكن يحتاجها فهل الشخص الانطوائي ما يصلح أنه يكون قائد؟ لا كمان الشخص الانطوائي يقدر يكون قائد ببعض المواهب والترينج والكوتشينج اللي نعطيه ممكن أنه هذول الأشخاص يكونوا قادة ويكونوا يعني يجيبوا قادة يجيبوا نتائج كبيرا عادة كما تعلم نحن في عالم رأس مالي يعني لما أنت حكيت عن نتائج خطر لي في بالي أنا يعني كيف نقيم القائد بعيدا عن البيانات المالية؟ يعني بصفة عامة أنت مثلا لكي تقيم قائد على سبيل المثال لأنه الآن مثلا انتشرت انتشرت يعني وثايا كبيرة جدا عن أوبر وخرج أحد يعني القادة هناك أو خلينا نقول للمدراء أفضل وقال كنا نبيعه الوهم وخرجت فضيحة كبيرة لأوبر أيضا الأسئلة وتبحهم السابق أنا ليش أحكي هذه الأسئلة الصعبة؟ لأنه قيادة في نظري أنا الشخصي طبعا وتفسيري الشخصي أنه تظهر عند المحك عند الأمور الصعبة وليس يعني عندما الأمور تكون جميلة والأمور تمام فمثلا صدرت انتهاكات كبيرة جدا يعني في مثلا هو لما نشأت مثلا أزمة هو لما أطلق أوبر في فرنسا ونشأت الأزمة هناك كان يخاطر بحياة الناس أنهم يقول لهم لا بأس أن تذهب بهم إلى الأماكن التي يحدث فيها شغب لأن ذلك يأتي بالإعلام وجيد لسمعة الشركة وخرجت كل هذه الأسئلة وأيضا حتى الرئيس ماكرون تورط في الموضوع وحتى بعض العلماء اللي كتبوا أوراق بحثية مقابل 100 ألف دولار على أساس أن أوبر بالفعل تزيف إلى الاقتصاد المهم فضيحة كبيرة جدا 18 أعتقد ألف أو أكثر من ذلك 100 كذا وثيقة خرجت في الموضوع طيب الآن يعني أنا أتصور قبل أن يحدث هذا أنا أقرأ في كتاب مثلا كن قائدا مثل أوبر وكذا هو لا يهتم للبشر نهائي أنت بتعرف أنه جماعة سيليكون فاليب فيهم بعض الناس لا يهتمون كثيرا للبشر يعني صراحة يعني لكن نكون طيب إذن كيف أنا أقيم قائد أقول يعني لأنه صراحة يعني أنا أتعب كثيرا لما أقرأ ناس أعطي لك أبسط مثال مثلا تلك إيلين شو مثلا عاش بالمثال أعطي لك ثلاثة أمثلة حقيقية ممكن أي واحد يتحقق عندك السيد مستر بيست معروف إهانته للعمال اللي يشتغل معه وسبهم وتقليل مشانهم علاني أمام الناس جميعا وانت ما تشتغل وانت مكلا عندك كارديشيان وهي من أكثر المؤثرات في العالم الآن أيضا تهين عمالها وأيضا في واحدة إيلين شو هي مثلية يعني معروفة نسيت اسمها الكامل هذه أسوأهم للأسف أيوة هذه أسوأهم ليش لأنه في نظري أنا لأنهم قتلت طبعا مجلزيا قتلت موظفيها بالشو فأنا كشخص لما أقرأ بعدين مثلا كيف تكون قائد مثل مستر بيست وتعمل هيك مثلا أو تكون مثل إيلين هيك ولا تكون مثل كارديشيان لا أريد أن أقرأ بياذا من هؤلاء الشخص لكن هذه الأشياء موجودة يعني على أساس أنه طيب إذن ما هي العلامات التي أفصل بها بين القائد الحقيقي الذي يحقق نتائج طيبة مع الحفاظ على الإنسانية كما تعلم في قوانين كثيرة محاربة العبودية الحديثة محاربة الاتجار بالبشر محاربة الأشياء الغير الأخلاقية يعني قتل الحيوانات وغير ذلك يعني والتربح منها طيب كيف أفرز أنا أنا كشخص الآن أقرأ عادي وأريد أن أنمي مهارات القيادة كيف لا أقع في الهراء من جماعة سيليكون فالي والجماعة الذين هم تصعدوا للمنصب بشكل أو بآخر حلو وكمان مجموعة أسئلة يعني هي حلوة أخي يونس بنقدر نفصلها ونتكلم في كل واحد منها أوبر أنا الصراحة مش عارف مين أوبر هاي كانت شركة أو شخص تذكرت في فرنسا فما تقدر بس توضح لي شو هذا؟ أوبر هي شركة يعني مؤخرا في هذا العام أعتقد منذ شهرين أو لم تخلني ذاك المهم هذا العام خرجت عدة وثائق تفضح شركة أوبر بممارستها للعديد جدا من الأشياء الغير أخلاقية مثلا صفقات لأنه هي أنت زي ما تعرف أوبر لما دخلت للعالم غضب جماعة الذين كانوا سيارات تقليدية تمام؟ لكن هي بالفعل انتهجت سياسة آه أوبر فهمت عليك أنا بس ما فهمت فكرت أنه حد في فرنسا أوبر واضحة طبعا لا 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 هي في فرنسا ظهرت أجل فضائحة لأنه أنا أحكي لك الآن على قيادة عليا ليش أجبت الموضوع ماكرون تورط في أنه دفعوا له فلوس لكي يعني يمشي الموضوع بالمختصر والوثائق موجودة يعتقد الجارديان أو واشنطن بوسك أظن سلمها هذا قال ضميري ما عاد يحتمل واحد قائد ضمنهم أنا أحكي لك تمام؟ آه ففي أوروبا قال أنا ضميري ما ما يحتمل سلمهم كل الوثائق وكشفت هذه الأمور من بينها يعني الرسائل اللي هو قالوا له راهوا الناس في يحدث شغب الآن في المنطقة الفلانية وهو يرسل إليهم سيارات أوبر هذا يعني أنك أنت أنا أقول لك أنا شخص صريح يعني فبعدين لما أنت أنا أشوف مثلا في شركة أوبر ونحن نهتم لسلامة الركاب يعني أشعر بإنزعاج من هذا النفاق يعني بالأسف أقول هذا نعم طبعا أوبر هي المشكلة اللي صارت فيها معروفة أنا يعني باعتبار أنه أنا عايش في كاليفورنيا فأنا في السيليكون بالو يعني مش في سان هوزي بس في هاي المنطقة نفسها في الكاليفورنيا باي إيريا فأكيد هذه الأخبار كلها نسمعها أولا بأولا نسمع عن الشركات اللي تسوي ومثل ما قلت أنت في شركات كثير الحين هي البوتم لاين هو أهم لهم والأرقام هي كثير أهم لهم من الأشخاص شو يريد والإنديبيجولز أكثر يعني يهمهم أنه أنا أقدم خدمة لعموم الأشخاص فما يهمني أنه الفرد أو الأفراد إذا كانوا يتأذوا من هالشي بس هذا الشيء كمان يعني أنا أحس أنه الناس منتبهة إلى وبدأت تصير في تغييرات فمثلا شركة أوبر لما صارت هالفضايح هذه ومشاكلها كلها غيره وهذا الرئيس اللي كان عندهم واللي هو مالك الشركة اللي هو المؤسس للشركة طلعوه لأنه بسبب الفضايح اللي صارت عنده واحدة منها جانت الفضايحة اللي سائق الأوبر طلعها كان عنده فيه تصور إذا أنا ما كنت غلطان يعني صارت عندهم فضائح أخلاقية بالشركة بالتحرش بالنساء أكثر من مرة وهذه الشركات هي يعني خليني بس أقول لك الشركات الأنترنت والهايتك هي عموما هذه الشركات كلها تكبر بسرعة كبيرة جدا كلها هي شركات إحنا ما عدنا خبرة فيها يعني من أكثر من عشرين سنة ما عدنا هالشركات هاي صح اللي هو هذا كان الـ Geek Economy أو الـ Shared Economy أو شركات التك عموما فهم أصلا مش عارفين يعني سي او بيصير أول شي الفاوندل للشركة ويكبر معها ويصير السيئو في أغضون خمس سنين عشر سنين هو مسؤول عن ميت ألف أو ثمانين ألف مثلا أوبر أتوقع أنه خمسين ألف أربعين ألف موظف فهي هذي في عندهم هالشالنج كشركات واللي هما أحيانا يمشوا عليه إذا جينا إحنا للقائد يعني هذولا أحسن ناس أنه تسألهم أنه هل تشوفوا هذا الشخص هو قائد فعلا هل بيجيب لكم النتائج اللي أنتم توقعيها إحنا أحيانا نفكر أنه القيادة هي بس قيادة الناس أو بس قيادة الأشخاص أو بس قيادة الأفراد وفي كثير أحيان يعني في شركات هي مش هذا اهتمامها أو في قادة هما مش هذا اهتمامهم فهذا يرجع على قيامهم الأساسية هي شو هل هو لما بدأ هذا المشروع أو هذه الشركة كان في باله أنه أنا راح أفيد الناس وأكون قائد اللي هو يسمون السيرفانت ليدر أنه هو الشخص اللي هو يقود الأشخاص ويتأكد من مصلحتهم أغلب هاي الشركات هو مو هذا ما أتوقع أنه هذا توجههم توجههم أنه أكثر أنه إحنا نكون الشركات اللي هي الانوفيتف اللي بتطلع تسيروا بسرعة وتكسروا الأشياء زي الموتو يعني شعار النصي تبع فيسبوك طبعا الداخلي أي مفاصل بريك تنكس أي بس كمان هما يعني دايجوا بفادميشن جديدة عادة مش موجودة من قبل يعني هما المهمات اللي جايين فيها هي أكثر من أنه أنا بس أركز أنه أبني الأشخاص أو الأنسان إذا تريد نشوف يعني على أمثلة لقيادة هي كانت قيادة للأشخاص هذه نقدر نروح لقيادة المجتمعات مثلا نشوف ناس مثل إذا كان غاندي إذا كان نرسل مع دلد بالضبط هؤلاء الأشخاص اللي احنا نركز فيهم كقادة ونشوف أنهم عملوا لأجل الإنسان ولأجل الشعب اللي هما يقودوا الأشخاص اللي نشوفهم أغلب الأحيان حاليا أو القادة اللي هما يعني ما أدري إذا أنا أقدر أقول قادة أو مش قادة هما اللي خلي نقول الإنفلونسرز أو الأشخاص اللي هما في الميديا ما أتصور هي هاي أحسن فكرة إحنا نقدر نأخذها عن القاد الكارديشيانز مثلا هما ناس لهم تأثير كبير ناس لهم متابعة كثيرة بس بالنهاية إحنا نجي نريد نشوفها شو قيمهم وشو الأشياء اللي يسووها يعني بالذات أنه مع مع الإنفلونسرز عموما والأشخاص اللي هما طلعهم من السوشال ميديا ما أعرف إحنا نجي نقدر نشوفهم ونقول أنه هذول القادة اللي هما نريد هم يقودون المجتمعات لأنه قيادة المجتمع هي شي كبير أكبر بكثير من قيادة حساب إنستجرام ولا حساب يوتيوب صح؟ نفس الشي لمستر بيست يعني لكن هو بشكل عام وآسف لمقاطعاتك هنا أنا لم أكن اللي أتحدث عنهم لو لم يظهروا في مجلات في مؤتمرات تتحدث عن القيادة يعني يستشهد بهم وشوف كيف أثر وشوف كيف كيف كذا خليني أعطي لك سؤال صعب لأنه أصلا وأنت لها طبعا أنا قبل ما أنا شفت فيديو كامل عن واحد اسمه جون ماكسويل وهو رائد في القيادة كتب كثيرا بتعرفه جون ماكسويل صح هارت فهو هذا يعني علم من أعلام القيادة الدينية الكريستيان ليدرشب عليك نور ورح ندخل في هذا الموضوع ما تقلق يعني فجون ماكسويل شفت له أنا فيديو حديث يقول فيه يعني ما القيادة إلا تأثير أنا لما أعلم شخص الآن كيف يصبح قائد فأنا أدعى كيف يؤثر طيب أنت زي ما حكيت أعتقد عنده عشرين كتاب أو ثلاثين على القيادة وحدها فقط طيب هذا الشخص وأنت بالفعل أنا قلت كيف تأثير سبحان الله وطلع عليك قردشيان في ذهني قلت كيف تأثير قيادة وتأثير يعني أنت بتقول هنا هو طبعا لا يقول ذلك تمام لكن الفهم الفهم الأول للكلمة أنه ما القيادة إلا تأثير نو مور نور لس هيك قالها يعني إذن أنا لكي أزيد طيب طيب ممكن هو بيقيد الشيء هو لم يقيده في كلامه لكن ممكن يجينا شخص يقيد الشيء لا التأثير الحمي طيب عرف لتأثير الحمي فإذا ما خواطرك عن هذا إجمال تفضل يعني أنا بالنسبة لي ونرجع مرة ثانية هي يعني إذا نريد ندخل إحنا في تفاصيل القيادة ففي أكثر من نظرية وحدة للقيادة في أكثر من طريقة لنفهم القيادة في مثلا نولسون ماندلا ولا تكلمنا عنهم غاندي مذكورين في قيادة اسمها الكروسبل ليدرشيب تكلم عنها شخص بكتاب بهذا لإسمه هذا القيادة اللي أجدت من الألم إذا أجدت أو من ظروف صعبة في قادة ثانية اللي هم القادة اللي بيغير هذا القادة اللي هو يجي مهمته إنه بس يغير شي على على مستوى كبير بس في وقت قصير كثير ويغير هذا يعني بعض النظريات اللي إحنا ندرسها في القيادة ونتعلم منها الإمفلونس هو الشي المشترك في أغلب هاي النظريات لأنه إذا ما عندك الإمفلونس أو التأثير على الأشخاص أنت ما رح تقدر تخليهم يسووا شي أنت رايده سواء هذا كان لمصلحتك الشخصية سواء هذا كان لمصلحة شركتك أو إذا كان لمصلحة المجتمع أموما فلذلك هم كل هذول القادة إذا ما كان عندهم الإمفلونس يعني ما عرف إحنا إذا رح نقدر نقول عليهم هما قادة أو لا بس مع هذه رح تيجي الأشياء الثانية اللي هي مهمة في القائد مثل ما قلنا فيه أشياء أكثر من واحدة اللي هي إنه يكون عنده فيجن فيه كثير من النظريات تقول لك إنه القائد هو إشجال يريد إنه يفيد الأشخاص ويفيد الناس بس فيه ناس أو فيه قادة يعني فادة ومجتمعات بدون ما يكون فيه فائدة مثلا لشخص معين أحيانا فيه قادة إحنا نشوفهم خصوصا نفكر في وقت الحروب بين الدول بيظهر لك قائد هو مش كثير همى الناس اللي يعني بالمعنى الأعام للناس لأنه هو رايح أصلا إذا كان بيدافع أو كان بيهاجم هو رايح ديقته الناس ثانين بس هو بالنسبة للأشخاص اللي يتبعوه لأشخاص كثير يشوفوا إنه هو شخص مهتم بالناس إنه هو مهتم إنه يدافع بس هذه مش شرط إنه إحنا نقول هو الهم القيادة الوحيد إنه أنا أكبر الناس هذا الهم أو الهدف اللي إحنا أغلبنا نحب إنه نشوفه ونريد إنه نشوفه وهو صحيح في ناس كثير راح تتبع الشخص اللي يتأكد من مصلحة الناس اللي يتبعوه مرة ثانية في ناس راح تيجي تقول إنه أنا في قرارات مهمة ممكن أتخذها هي تأثر على الأشخاص بس راح تعطيني رزوتس أكبر سواء مثلا أنه في شيء مثلا مثل شركات Silicon Valley بالتكنولوجيا أو في مثلا في الحروب للأسف يعني أنا أنا ضد أي حرب لأنه شفت الحروب وشفت شو تسوي بس يعني في بعض الأحيان إنه في قائد راح يقول لك أنا همي إنه أسوي هالشيء عشان مثلا إذا كنت لغاية أعظم أو لغاية أكبر فجون ماكسويل ما أشوفه إنه غلط لما قال إنه إمتنونس هو شيء مهم جدا للقيادة أو الشيء لأساس بس ممكن إنه كمان يكون في أشياء ثانية اللي هي مثل ما قلنا الفيجن أو النظرة شو الخطة اللي هذا القائد يريد يخليها كيف راح توصل أنت لهذا الهدف كيف تقدر تخلي الناس أو الفريق اللي معاك اللي راح يوصلك لهذا الهدف والقيمة الكبرى شو اللي أنت رايزي تحصل إذا كانت لأشخاص إذا كانت تقدم تكنولوجي إذا كانت إذا كانت ممكن مثل ما قلت قيادة للحيوانات أو لأشيء أكبر للكلايمت مشق إنه إحنا دائما نقول القائد هو بس الشخص اللي يهتم بمصالح الناس يعني لفظة كل قائد مؤثر وليس كل مؤثر قائد صحيح أيضا يعني جمعت بين نظرتك جدا نبدأ مع هذه راح نعتمد عنوان لهذا اللقاء اللقاء مع الأستاذ محمد صرحان طيب لندخل إلى الأمور العملية الآن بأننا صناع محتوى كثير من الذين يتابعون أيضا صناع محتوى كيف أصنع أول شيء بتعرف أننا موضوع غامض جدا أنا صادت عنه حتى الغربيين يعني هو غير غامض الغربيين الآن عندهم مشكلية في أن كل قطعة محتوى تسمى ليدرشاب صوت يعني فقيادة الفكر محتوى من ضمن قيادة الفكر فهما عندهم مشكلية الآن أن كل شيء أصبح يدعي أنه قائد فكر قائد فكر قائد فكر قائد لكن الآن أريد أن أعرف العرب أساسا اللي يسمعون الآن ما هي ليدرشاب صوت صوت يعني فيكون لدينا قيادة فكر ما هي أصلا كيف نصنع محتوى كيف أنا مثلا أصبح قائد فكر بالتحديد في القطاع الذي أريد سواء كنت مصنم ديكور عربي سواء كنت بودكاستر في مجال مثلا أن أحكي فيه عن البيئة وحماية البيئة وما شابه أو مثلا منتجات أنا قبل معنى معنى لقاء رسلت لي واحدة مدونة أريد أطلاق بدونة في هذا المجال يعني المنتجات الرافيقة بالبيئة أو الصديقة للبيئة تمام ومثلا كيف يصبح المرض قائد فكر في مجاله سؤال جميل جدا كمان أخي يونس وخلينا أنه يعني نفكر في قائد الفكر أنه هو الشخص مش شرط اللي بس يصنع المحتوى بالمعنى اللي نعرف الحين يعني فيه تار كثير هو قادة هم ما مش موجودين بس على إذا كانت منصات السوشال ميديا أو المدونات يعني فيه ناس كثير هي تشتغل على أرض الواقع بدون ما يكون لها ذكر في هذا الفضاء اللي هو الكل الحين موجود فيه هو أنه الشخص رح يكون مثلا مثل ما حضرتك أنت الآن بودكاستر أو يمكن عندك شغلك اللي هو العلاقة بالتدوين وبالترجمة أن يكون في عندك اختصاص معين سواء درست أكاديميين أو ما درست أكاديميين يعني هذا ما مخصوصا فيه كثير اختصاص هي مش شرط أنه نكون درسيها أكاديميا وتقدر تطور نفسك فيه وبعدين تقدر تنقل تطور نفسك إلى درجة أنه أنت رح تكون فلسفتك الخاصة في هذا الشيء اللي هي جاء مثلا مرة ثانية من شركتك من فريقك أو منك أنت ذاتيا وبعدين هذه الفلسفة رح تقدر تنقلها للأشخاص حتى يتابعوك وحتى يتابعوك مثلا الأخت اللي هي تريد تصير أنه مهتمة بهندسة الديكور واحدة من أسهل الأشياء أن تدرس الهندسة الديكور سواء عن طريق الدراسة الأكاديمية الجامعية أو عن طريق السرتيفيكيت تطور نفسها وتعرف أكثر عن طريق القراءة عن طريق الورش العمل بس أهم شيء إذا قدرت تتسوي هالشيء أنه تدخل في نطاق التطبيق أنت الصعب أنه تكون ثوت ليدر بلون ما تكون عندك الأكسبرينس وأنا دائما يعني نصيحتي للأشخاص اللي هم يريدوا يطوروا مواهبهم أو يطوروا سواء شخصيتهم أو اسلوبهم في القيادة أنه يخلي هذا الشيء عن طريق تطبيقه في عمل يقدر يبدي مثلا في شيء العلاقة بوظيفة وبعدين بعد ما طور مهاراته وشاف الوظيفة كيف تشتغل وكيف أنه كيف أنه هذا الفيلد هو قاعد يشتغل هذه الاندستري قاعد يشتغل يقدر يطلع ويبدي ينفذ الأشياء اللي هو يريدها النقطة اللي بعدها رح تبدي أنه في الثورت ليدرشيب أنه هذا الشخص رح يكون هو إلى بصمته الخاصة كمان الطريقة الأسهل أنه عن طريق أنه يجب أشياء جديدة في هذا المجال لهذه الأخط اللي تقدر تنشرها إذا كان عن طريق البحوث البحث العلمي هو واحدة من أحسن الأشياء أنه أنت تكون ثلاث ليدر لأنه بنيت هذه المهارة اللي عندك والعلم اللي عندك عن طريق شيء هو يعني معروف روبست نقدر نسميه أنه العلم نبنى عن طريق الداة والمعلومات وتقدر تسوي وبعد هذا تقدر أنه تنشر هذا الشيء عن طريق بودكاست عن طريق التوكس عن طريق أنه تروح وتعرف به الشيء دائما أتصور أنا أسهل واللي فيها أحيانا مخاطر أسهل طريقة أنه نقدر ننشر هذه المعلومات ونكون هو عن طريق العمل لأنه العمل دائما يريد أنه في هذا الجزء اللي هو ربحي وفي الجزء اللي يريد ينشر العمل يريد ينشر هذه المعلومات على سهل الناس تعرفها علشان أنه يصير شرعة أكثر معروف إذا هذا سؤالك ولا إذا أنا شطحت بالعكس يعني قلب الهدف كما يقال ما شاء الله عليك لأنه بالفعل لا يمكن أن تكون قائد فكر دون خبرة طبعا أنا حاول ألخص لكن من استمع استمع للجواب كامل وأيضا يمكنك أنت لما ذكرت على فكرة البحث العلمي أنا قرأت بحث علمي حديث 2022 عربي بيحكي عن فن القطة العسيري سبحان الله يعني بالفعل هي يمكن بعدين أنت تبتكر هذه الأخت اللي حكينا أنه تريد أن تعمل بعدها تمارس هذا المجال وأن تعزز خبرتها فيه فممكن تدخل مثلا فن القطة العسيري هو فن ألوان وأشكال هندسية من التراث الشعبي السعودي بالتحديد وفيه أشكال جميلة وفيه تمام بعدها تدمش ذلك في الدكور الحديث فيكون عندها زي أنت ما حكيت لمسة خاصة يعني لأن تجاوزت موضوع الأساسيات فجميل جدا طيب ما نصائحك الآن لمن يريد أن يتعمق في موضوع القيادة ويصبح قائد المستقبل يعني رسالة إلى قادة المستقبل من العرب تحديدا وهو خليني كمان أنا أجاوب سؤال أنت سألتني عليه قبل شوي وتفرعنا بالحديثة تصور هذا جمال البودكاست اللي أنا أكتشفه مؤخرا أنه هذه الحديث اللي ممكن يأخذك لمكانات أنت ما تتوقع أن تروح فيها صحيح بالحوار سألتني أنت كيف نحن نقدر نكتشف القادة كمان الطريقة العلمية اللي نحن نستخدمها في العمل وفي الشركات في أسس طبعا نمشي عليها هذه الأسس اللي هي ممكن تنعرف من خلال مثلا شهادات مثل شهادة الليدرشيب القيادة أو شهادة التطوير المؤسسي الورجنزيشن الديبروبمنت أو شهادة الـ او الاندستريال سايكولوجي اللي هو علم النفس المؤسسي هذه كلها هي يعني قواعد موجودة وثابتة ونمشي عليها فكيف إحنا نكتشف القائد عن طريق بعض التولز اللي هي تساعدنا أنه إحنا نكتشفها مثل أدوات القياس السايكولوجية اللي هي نسميها السايكوماتريكس اختبارات اللي هي نكتشف منها أنه الـ الاسپيريشنز أو نكتشف فيها الاسپيريشنز ترجمتها اللي هي رغبات أو أحلام الأشخاص هذا مؤشر جدا كبير أنه شو الشخص أحلامه وشو رغباته شو اللي يريد يسويها في أشياء مثلا نحن بنسويها اللي هي المقابلات الاكتشاف هذه اللي هي العلاقة بأنه نحن نشوف شو الأشياء اللي يسويها الشخص اللي قدامنا في أشياء مثل التمارين التمارين المحاكاة أحيانا نسميها الاساسمنت سنتر أحيانا نسميها السميوليشن نخلي الـ الـ او أصحاب المواهب العالية في مركز ونشوف كيف راح يتعاملوا مع بعض كيف من فيهم اللي راح يقود من فيهم اللي راح يدعم من فيهم اللي راح يقدر يتواصل هاي كلها تولز هي ثابتة وموجودة في أنه احنا نكتشف القادة وبعدين فيه تول ثانية اللي هي نستخدمها لتطوير هذول القادة بالنسبة للقادة العرب المستقبليين أكيد أهم شيء وحدة من هالأشياء أنه أنه يركزوا على الـ 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 الرغبات يعني خلي يكون أنه سقف رغباتهم دائما عالي أنه القاد يحاول أنه يشوف نفسه أو أكيد يشوف نفسه أنه رح يقدر يسوي الشيء اللي يريده لأنه هذه الصراحة هي العقب الأولى أو الأولى اللي رح تخلي القائد أنه هل يقدر يستمر كقائد ولا رح يوقف بهذا الشيء فلازم أول شيء أنه هؤلاء القائد العرب هم ما يقدر يشوف نفسهم أنه أنا رح أقدر أقود رح أقدر أأثر ورح أقدر أساهم في تطوير إذا كان في المجتمع أو في الشركة أو في أي شيء هو يأثر فيه الشيء الثاني أنه يقدر يعرف نفسهم أكثر هذه تيجي من معرفة الذات كمان معرفة الذات إلها مختلفة بس وحدة من الأشياء اللي نقدر نسويها عشان نعرف ذاتنا كقادة نسأل اللي حوالينا نسألهم أسئلة عن كيف شايف أنا أدائي كيف شايف أنا شو اللي تشوف المميز فيني شو بالذات النقاط القوة اللي تشوف ها نقاط التطوير اللي ممكن تكون أحيانا نشوف إنه هذا شيء صعب نسوي وبعلا يعني شيء صعب أنت مش سهل إنه تروح تسأل الناس أنا شو نقدر نتحدث فيها كمان فبس ما أنه صار عندك هذه اللي هو الرغبات ومعرفة الذات رح القائد يقدر يبدي إنه يكون رؤيته وفلسفته شو الأشياء اللي هو يريد يسويها بشو هو يريد يقود أهم شي إنه يكون يريد يقود في شيء يعني يحتاج أنه يأثر فيه ويقدر أنه يأثر فيه ويعرف أنه راح يسوي الشيء وفيه كمان الأشياء الثانية اللي هي أنه راح يكون يفكر دائما أنه راح أسوي هذا الشيء لأنه هو الشيء الصح لأنه راح تكون فيها رحلة طويلة راح نمشي فيها للقيادة رحلة القيادة ليس شيء على يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا حتى سنة يعني دائما يفكروا أنه أنا خليني أفكر على المدى الطويل على الخمس سنين العشر سنين في كيف أقدر أنا أطور نفسي وأبني نفسي كقائد هذه بعض الأشياء يعني اللي تجي في بالي لما نفكر أنه كيف نقدر نبني قادة وهذا يعني شيء أنا كلش أحب وكلش مهتم فيه أنه كيف نقدر نبني قادة في مجتمعاتنا العربية ممتاز جدا إذن ننصح الجميع بمن يستمع أن يتابع حسابات الأستاذ مهند صرحان خاصة في يوتيوب وانستجرام وفي كل مكان تقريبا يعني ينشط فيه الأستاذ مهند لتسمع الكثير عن القيادة ومواضيع مختلفة نافعة بالله أنا أشكرك أستاذ مهند وإن شاء الله سيكون لدينا لقاءات أخرى برك الله فيك وأشكركم مستمعي لحسن الإصراء والاستماع نلتقي في الحسن المقبلة إن شاء الله سلام الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم انتظرونا في الأسبوع القادر ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست علما أنه بإمكانكم مرسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر